بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أبناءنا الطلاب في مقرر عمليات الفصل مواصلين الحديث عن الميمبراين تكنولوجي تكلمنا عن أنواع مختلفة للميمبراين ذكرنا من ضمنها الـ Reverse Osmosis ونرمز له بال-RO يعرف على أنه semi-permeable layer وعادة ال-RO دائما يتكون من أكثر من طبقة لدينا في الأغلب دائما في أسفله تعمل خط دفاع أولي لل-RO يعمل على حجز المواد قبل أن تدخل إلى Reverse Osmosis في الغالب تعمل على حجز المواد تعمل على حجز المواد ويعمل على حجز المواد ويعمل على حجز المواد تعمل على حجز المواد ويعمل على حجز المواد ويعمل على حجز المواد فنجد بأنه زو أحجام زو بور سايزز أكبر من تلك ال-Reverse Osmosis ويستطيع أنه يحجز up to divalent cations and anions ويعمل على حجز ويعمل على حجز المواد ويعمل على حجز المواد ويعمل على حجز المواد منوValent cations and anions أيضا تمتاز ال-Nano-filtration systems بأنه تستطيع أنها تزيل organisms و organics that has a molecular weight that can go up to 500 ونجد بأنه هذه أيضا تدخل في تصنيفات المايكروفلتريشن فبعض الشركات تصنف المايكروفلتريشن بواسطة ما يعرف بالموليكولر ويد cut off point بدل ما يحدد البور سايز بيحدد الموليكولر ويد cut off point وهو الموليكولر ويد الذي يسمح هذا الممبرين بحجز الممبرين أيضا نجد بأنه it has a pressure that develops نسبة لصغر البورس في الممبرين بنحتاج دائما إلى ضغوط عالية جدا تكون أعلى ما يمكن في الأر أو أقل منها بطبيعة الحال النانو فلتراتيشن الألترا فلتراتيشن and the ميكروفلتراتيشن are essential membrane processes that rely on pure staining through porosity in the membrane فعملية الفصل تعتمد على الحجم البور وهي في الغالب it has a porosity that is uniform throughout والpressure في هذه الحالة بيكون أقل من ذلك للنانو فلتراتيشن وأقل من ذلك للآخر